عايزة اقول لك اني ضايبة من زمان في هواها حامل مكدود خناءة شوارع زعيق وصوت عالي والدنيا كلها تلمت عليهم زوجة عصام صوصة واقعت في مشكلة في الشارع واللي حصل كان فوق الوصف لدرجة انها جابتها من شعرها ايه تفاصيل الخناء اللي حصلت مع زوجة عصام صوصة وايه اللي عملوا عصام بالضبط كل دو اكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده اللي يعرف فيكم واللي ما يعرفش ففي خناءة كبيرة حصلت مع عصام صوصة وجهاد خلال اليومين دول عصام وجهاد كانوا في الشارع وفي واحدة زعيت لهم وجهاد مسكت فيها وكانت خناءة كبيرة اتقال على السوشال ميديا ان الخناءة دي بالسبب الغيرة غيرت جهاد على زوجها عصام صوصة اللي هو طبعا نجم كبير واللي معجبين كتير في مصر يقال ان في واحدة حاولت تتصور مع عصام صوصة وجهاد ما قبلتش تتصور معاه غير بقى حاجات شبه كده المهم انها ما وفقتش بس المعجبة صممت وعملت خناءة الخناءة دي طبعا عصام صوصة وقف في صف جهاد وعمل هو كمان حكاية في الشارع بس عايز بقى يشتري رضا زوجته اللي زعل بعض من الجمهور شوية على السوشال ميديا لفظة قالته زوجة عصام صوصة قالوا انها قالت لفظة مش مناسب بس هي لما وصلها ان الناس زعلانة منها طلعت وردت على الكلام ده بنفسها جهاد طلعت في فيديو لايف وحكت فيه كل الحكاية من وجهة نظرها هي كشفت زوجة عصام صوصة انها تحطت في الخناءة دي بدون قصد منها قالت انها للأسف الشديد اتخانق معاها مجموعة من الناس قلالات الزوء تحسب كلامها وزي ما وصلته بس هي ردت عليهم وبالنسبة للناس اللي قالت انها قالت لفظة مش مناسب ووضحت انها ما قالتش اي حاجة من اللي قالوا عليها هي عارفة هي بتعمل ايه كويس اوي وما فيش حاجة مش مناسبة هي بتعملها بالنسبة للمعجبين بقى قالت ان في بعض من المعجبين بيتجوزوا الحدود خالص مع صوصة ومعاها حكت ان يوم العيد مثلا كان فيه ستة كبيرة شباب من معجبين عصام صوصة رحولوا البيت مخصوص ورنوا عليه الجرس الساعة 6 الصبح علشان عاوزين يتصوروا معاه وهي ردت عليهم وقتها وقالت ان عصام صوصة لسه نايم من شوية صغيرين وانه هيقوم بعد العصر كده وانه ممكن يجوا في الوقت ده عادي يتصوروا معاه بس مش دلوقتي هنا حكت ان رد الشباب عليها كان مجتفز جدا قالوا لها ما الصحي يعني مع انها لسه ايلالهم انه نايم موقف تاني حكت عنه جهات زوجة عصام صوصة حكت على خناء حصلت معاها في شوارع فيصل لما نزلت هناك وتلمع عليها المعجبين بطريقة مش مناسبة هي زعلت جدا منهم وردت برضو عليهم وعرفتهم غلطهم وبالنسبة للمعجبين اللي بيقولوا لها ما تنزليش كتير الشارع وبيمتقدوا ظهرها ردت عليهم وقالت انها زي كل الناس هي مش بالشهرة اللي تخليها ما تنزلش الشارع هي بتحب تنزل الشارع وتلف مع الناس عادي هي بتحب كده والسهرة عمرها ما هتغيرها